اهلا بكم البنات منتكن وبالف خير كما عودناكم دائما مع الجديد مطبخ روزة اليوم جبتكم اقتراح جديد من ضمن تحضيرات للشهر الكريم الشهر رمضان ليه مجموعة من تحلية الشهية البسيطة لي راح تكون سريعة تحضير وجود اقتصادية سهلة وسريعة لصهاراتكم ومناسباتكم اليوم جبت لكم تحلية الموس اوريوس سهلة سريعة تحضير بذوق رائع ومميز مكونات بسيطة موجودة في كل بيت واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تفعيل الجرس وارترك التعليق الواحد شوفوا المقادر هنا البنات عندي نسيطرونت على الحليب العادي نزيدو لها تلت مغارف سكر نزيدو لها ملعقتين فارينة اللي هي الدقيق العادي نحركوه حتى يدوبوا الكويرات كما ركوا تشوفوه هنا البنات بارد في بارد ونجيبوه فوق النار مع التحريك المستمر اللي بنات هنا ما نبعدوش عليه حتى تغلي الكريمة نتاعنا نحركو حتى نتحصلو على كريمة حتى تدير الكويرات في الجانب عارفو بلي الكريمة نتاعنا راها واجدة كما ركوا تشوفوه هنا في الصورة نجيبوها نطفو عليها النار نحطوها في الصحن وندخلوها للتلاجة تبرد نقوليو معاكم البنات عندي الكريمة اللي هي كاشونتي نزيدو لها نصف كاش حليب نجيبو الباتر نضربوه حتى نتحصلو على كريمة كما ركوا تشوفوه هنا البنات شوفو الكريمة التاعي بعما طلعت الشانتي تاعي نجيبو الكريمة اللي كنا حطيناها تبرد ونبقى ونحطوه بالمغرف وندربوه ما نحطوهاش في خطره هنا نحطوه بالمغرف وندربوه حتى نكملو جميع الكمية اللي عدنا هنا البنات لازم الكريمة التاعنا التانية تكون باردة مليح باش ما يطحناش لاموس انتاعنا كما ركوا تشوفو وندربوهم ليح هنا البنات كريمة خفيفة رائعة كما ركوا تشوفو نجيبو البنات هاي الكريمة التاعنا نجيبو هاد القاطو اللي قلتلكم نجيبو علبة وحدة صغيرة نفتوها كما ركوا تشوفو نفتوها مليح نجيبوها نفتحوها ونحطوها في الخليط ونحركو نحركو مليح نجيبو الكووس اللي حنقدمو فيها ونحطو فيها الماضلين هناك كان عندي ماضلين بايت نحطو القليل في الكووس ونسقيوها بالعاصير اي عاصير كان متواجد عندنا في الدار كما ركوا تشوفو انا استعملت هذا نسقيوها القليل فقط من كترش ونجيبو الموس اللي قلنا نحطوها في بوشادوي ونعملو الكووس بشكل متساوي البنات هاد الكمية تعطينا ست كووس كما ركوا تشوفو البنات نتمنى تعجبكم الفكرة جربوها جات رائعة البنات وراقية تستحق التجربة والتزيين انت كما حبيتي انا هنا استعملت حبات قاطل نتمنى تعجبكم الفكرة ومع السلامة